يزان لبرج العقرب. اه انت راح تكون ماسك اسلحتك وتاكنك بتدافع عن نفسك يا عقرب في موضوع معين ام بتدافع عن نفسك فيه وهم تنتصر. شايفي فيه انتصار في هذا الكرت على شخص كان يمكن من برج مائي او ناري كنت عم بتتشاكس معه او فيه هو ظالمك في موضوع معين. اه شايفي انه فيه انتصار على هذا الشخص. راح تكون يعني ضغطك هادي الفترة مركزة على انك تنتصر وفعلا راح تنتصر. شوف شكل عام لالعقرب. عم بشوفك بتشتغل كتير يا عقرب عم بتحاول تحبوش مبلغ من المال يمكن عشان تفتح مشروع كنت عم تستنى لك فترة انك تفتحه. عم بيكون في عندك شوي صعوبة هذا الشهر في جمع المال او صعوبات مادية. يمكن راح ينطلب منك مبالغ مادية هاي الفترة او راح يصير معاك ممكن شغلة طارئة خلينا نقول. اه تستنفذ مبلغ مبلغ من المال اه من عندك. خلينا نحكي الطاقات قبل ما ننسى بس الطاقات عم بتكون جدي عم بتكون حمل قوس دلو. نارية ممكن مائية كتير مائية. ترابية. عم بشوفك في عندك شوية نقص في المادة او عم بتعاني هاي الفترة. قلنا في موضوع اجله انت كنت والان صار في امل كبير. كنت معلق امالك على موضوع معين. اه هذا الموضوع خاص ممكن يكون خلينا نقول السيناريو الاول في العمل. اه في شخص من برج مائي. ممكن يكون دلو. اه ممكن يكون اه اي برج مائي او ممكن يكون ناري. اه هذا الشخص اه ممكن يساعدك في او شراكة في في العمل. ممكن تفتحه مشروع جديد. ممكن هذا الشخص. المهم انه اه رح يساعدك في موضوع العمل لو كان في عندك اه شخص بهذا المواصفات في العمل فهو حيساعدك ازا كان موعدك بموضوع معين. اه شايفة في امني عم تتحقق اه شوي شوي قلتلك اه تمسك شوي على المادة في اول الشهر. اه بعدين رح تجيك وفرة معينة. اي اما يعني من ناحية العمل او قرب او اي شي يعني اه كنت انتظره. اه رح يصير في وفرة شوي شوي ولكن في اول الشهر شوي نمسك اه ايدنا. شايفي في امنية عم تتحقق اما في العمل اما في العاطفة. اه عم بتكون اه في العمل اكتر انا شايفيتها. يمكن اللي ما عنده عمل يمكن اه هذا الشهر اه كمان شخص بنفس المواصفات نفس الشخص اللي قلت عليه. يعني حيساعد. اذا كان عندكم بالعمل او واعدكم في عمل معين. اه عم بشوف اه في اطفال هون في اه في فرصة حمل للناس اللي عم بيستنوا اه فرصة عمل عقرب يا عقرب. اه عندك طاقة سلبية. اه يعني لحد الان انا اه مبسوطة انه ولا برج طلع له هذا الشهر يعني طاقات سلبية. بس انت اول واحد يا برج العقرب. للأسف. اه في طاقة سلبية موجودة في اه اما سحر حسد عين موجود عندك عم بسبب لك اه تأخيرات ومشاكل. اه على جميع الاصعدة. على جميع الاصعدة. شوية تأخيرات. شوية اه عم يفهموك غلطي يمكن الناس هاي الفترة. اه ولكن سرعان ما شوي شوي تصبط الامور وتكون انت الامبراتور خلينا نقول. انت المتحكم في الموضوع رح اه قلت لك في عندك انتصار ولكن من بعد انتظار يعني الانتصار ما رح يجي في اول شهر. شوي شوي رح يجي في نهاية الشهر. يمكن في اخر اسبوع او اخر اسبوعين. اه رح اتحقق نصر على اه شخص. هذا الشخص ممكن يكون اه برجه ترابي او مائي. اذا كان اذا كنت عارف طاقة او طاقة عارف اه برجه. اه شايفك اه عم بت يعني من بعد ما كنت تصرف من بعد ما كنت اه طبعا صري في العقرب من الناس الكريمين يعني اللي يصرف بدون حساب. فشايفيتك اه بعد ما صرفت مبلغ كبير يمكن على الرفاهيات على هاي الامور. عم تمسك ايدك كمان ترجع اخر الشهر. فانا عبوصيك هذا الشهر كلياته اه انه تمسك ايدك مش بس يعني وتفكر بشكل عام بالمادة بشكل احسن من هيك لانه جايفك عم بتعطي الرايح والجاي او عم بتفرق. نعطي احنا وطبعا مطلوب انه نعطي في هاي الحياة ولكن اه شوي بتفكير بعقلانية اكتر من اه نفتح شوي على العاطفة نشوف لمحة عاطفية. ما بعرف انا هاد الورقة ليش بحبه بحسه عاطفي يعني ببفتح علي دايما نحن العاطفية. بحسه في اكتر يعني. اه ازا كنت متزوج. ازا كنت متزوج. يا برج العقرب ففي بس مشكلة بسيطة ممكن اه يصير فيها يمكن كلام جارح يمكن اه امور. هذا في النصف الاول من الشهر ممكن يكون فيها كلام جارح اه امور بتطلع لبرة يمكن اسرار العلي عم تطلع لبرة. اه المهم مشكلة ولكن رح تجدازوها. هاي المشكلة من بعدها رح تفكر في انك تطلع تنفصل انك تاخد قرار مصيري في هذا الموضوع. اه ولكن سرعان انا ما عم بشوف بقوم شوي شوي عم بتروء الامور. وعم بتتعلق اه موضوع الطلاق في الى لفترة اخرى او اه وكأنك عم تنسى الموضوع اه شايفي فيه مصالحات قاصة اه حكينا للمتزوجين اللي هم بناتهم مشاكل. وحتى الاشخاص التانية كمان شايفي في اه مصالحات اه شايفي في مواضيع جدية ممكن تنفتح اه في هذا الشهر او هاي الفترة ممكن تمتد كمان لنص اه نوفمبر يعني مش بس اكتوبر. اه شايفي فيه شخص عم برائبكم اه اللي هو الشريك طبعا فيش غيره. في مراقبة من جهتك ومن جهته اه عم بتكون. هذا الشخص ازا كان ناري او ازا كان اه هوائي فهو يعني مية بالمية راجع هذا الشهر وهو اللي رح يرجع. اه كمان الابراج الاخرى يعني الطاقات الاخرى كمان طبعا وارد لانه هذا الكرت جدا ايجابي. اه ولكن انا قلت هذيك الطاقات يعني بنسبة اكبر خلينا نحكي. هذا الشخص عم برائبك عم اه يعني مش ناسيك. اه اه فيه تواصل وحاني قوية عم بيكون اه بينك وبينه. شايفي فيه علاقة ثلاثية كانت موجودة في الماضي وعم تنتهي الان لانه مائلها وجود. كانت موجودة في الشهر الماضي اه اه او في القراءة اللي كانت بين منتصف اه سبتمبر بتوقع لمنتصف اكتوبر. عم بشوفها في هاي الفترة عم تنتهي وعم بتزول مائلها اه لكن هي هون عم عم تتفرج من بعيد. عم تحقد حسد حقد اه من هذا النوع. لكن شايفي انا الامور بشكل عام جدا ممتازة اه شايفي معجب ممكن يكون من برج ترابي او ناري عم بتطلع من بعيد لبعيد. هذا الشهر ممكن انه يتقدم بخطوة. خلينا نحكيه ناحية العلاقة. هذا الشخص على فكرة قلبه صافي ونيته صافية. اذا كان بالطاقات اللي انا قلت عليها. خلينا نشوف اه مسج من الحبيب. اذا كان بعيد او قريب يعني نشوف ايش حابب انه يقول لك. مش قادر او من عقل الباطن مسج كلمة. كتير حلو هات المسج وهيك راقي. اه بيقول لك انه انا عم بحلم بطفل منك. وانتهى. بس اكتر من هيك يعني اكتر من هيك عبس. اه انشوف اذا فيه تحذير هذا الشهر او حتى بشارة او شيء. للعقرب. اه. التحذير اللي قلنا عنه قبل شوي. اه من ناحية المادة نمسك ايدنا. فيه تشالينجز معينين. فيه شوية مشاكل راح تكون اه خاصة في العمل. اه انت راح توصل للقمة وراح تنتصر. ولكن من بعد شوية صعوبات ومن بعد شوية اه اللي هم تحديات قلنا. فبس نصبر اه شوي ما نعصب. ما ناخد قرارات اه صادمة سريعة لانه برج العقرب عم يعصب كتير. هاي الفترة عم بيكون طاقته نارية. مبين من الورق اه شوي سورين. حركت الكاميرا. لا طلعلك كتير راح اقرأهم كلهم عفكرة. اول شي. اه لا هذا تحذير اكتر ما هو. هي نصيحة يعني بس بنصحك بانه تدير بالك من الاصدقاء اللي عاملين حالهم اصدقاؤهم اساسا اعداء. بحزرك من طاقة سلبيه يمكن ظهرت قبل شوي شفناها. لسنين. بقول لك اسمع للطرف الاخر يعني ما قلت لك قبل شوي ما تتسرع باخذ القرارات. اسمع بشكل خليك مصغي مش مستمع. يعني باصغاء استمع و يعني زن الامور قبل ما تاخد اي قرار. بيقول لك استمع. استمع بس للناس التانين. ويمكن معناها انه اسمع اكتر ما تحكي. خد اكتر ما تعطي. يعني اسمع اسمع وما تحكي اسرارك لحدا كتم على الامور. ممكن يكون هيك معناها. حبايا ببرج العقرة. بشوفكم بالفيديو الجاي.